دخل كثير على عبد الملك ابن مروان فقال له أأنت كثير عزة؟ قال نعم قال تسمع بالمعيدي خير من أن تراه فقال كثير يا أمير المؤمنين كل عند محله رحب الغناء شامخ الفناء عالي السناء ثم أنشأ يقول ترى الرجل النحيف فتزدريه وفي أثوابه أسد هصور ويعجبك الطرير إذا تراه فيخلف ظنك الرجل الطرير بغاث الطير أطولها رقابا ولم تطل البزات ولا الصقور خشاش الطير أكثرها فراخا وأم الصقر مقلاة النزور ضعاف الأسد أكثرها زئيرا وأصربها اللواتي لا تزور وقد عظم البعير بغير لب فلم يستغن بالعظم البعير ينوخ ثم يضرب بالهراوي فلا عرف لديه ولا نكير يقوده الصبي بكل أرض وينحره على الترب الصغير فما عظم الرجال لهم بزين ولكن زينهم كرم وخير فقال عبد الملك لله دره ما أفصح لسانه وأضبط جنانه وأطول عينانه والله إني لا أظنه كما وصف نفسه قرأت لك وهذه تحية مني فيصل خالد الغريب وحياتك أسهل ترجمة نانسي قنقر